هي علاقات اقتصادية مع تركيا فيه زيارة مؤخرا للرئيس تركيا هنا كيف ستؤثر هذه الحادثة على العلاقات الجزائرية تركيا أم أنها حادثة عابرة تحدث بطريقة عادية لا لا ليست عابرة هو جرب حظه اليوم الجزائر لها السيادة الكاملة في الدبلوماسيا انتحها في السيادة انتحها في الاقتصاد انتحها تأخذ البوصلة اللي تحب تأخذ تبشي للصين وإلى ماليزيا وإلى تربيا بمعنى ما فيش ويصايع الجزائر ما فيش ويصايع الجزائر اليوم نشوفوا احنا المصالح انتعنا اين توجد المصالح انتعنا نمشيه الند للند ورابح رابح وقد يقول البعض أن البيان البارحة هو إرضاء لفرنسا من كيف يعني ما فهمت قرينا ذلك عبر مواقع التواصل الشمعي البعض من حتى الجزائريين هنا يقول أنه يصطفوا يعني في صف أردوغان يقولوا بيان البارحة ومجرد إرضاء لفرنسا لا لا الشعبنا لا ألوم لأن هناك أذرع أذرع فرنسية هنا في الجزائر موجودة تخدم لأجندة الفرنسية وهناك أذرع سعودية وهناك أذرع وهي ليست بكبيرات تركية والسبب لأنه كانت المؤسسات غائبة والإعلام انتعنا كان ضعيفا وضعيفا جدا ولم يستطيع لملمة الشعب الجزائري في رأي واحد في مصلحة بلده أنا درت حصة يوما ما فيما يخص الخطر يعني ما يدبر من المغرب في السحراء وفي أعلى الجزائر وشهدت في التواصل الاجتماعي أكثر من 50% عاطفا مع المغرب كأنه المغرب هذه بلد الحنون والمغرب نعرف القصة التاحية هذا جانب آخر مضوع آخر أنا أتحدث عن الذين يصطفون مع تركيا ضد ما جاء في بيان يوم أمس من الرئاسة شوف أنا لما أتكلم أتكلم على قد تكون جهات إسلامية هنا في الجزائر أو أحزاب إسلامية هنا في الجزائر بالطبع ذات توجه إسلامي ولكن أنا أتكلم عن الديبلوماسية الجزائرية تمثل الدولة الجزائرية ولا أتكلم على أحزاب الأحزاب كل حزب له ميولة هو حزب مليو ميولة فرنسية الآخر له ميولة الإسلاموي يعني هو تابع لقطر وتابع إديولوجيا وتابع لقطر ولتركيا والآخر تابع إلى السعودية وغير ذلك أنا أتكلم على الديبلوماسية يعني الناتق الرسمي للديبلوماسية الجزائر الرسمية طيب في شأة هذه الزيارة زيارة صداقة ونعلم العلاقة التاريخية ما بين الجزائر وتونس الرجل قال أنه أول زيارة خارجية الجزائر وفا بوعده أم أنه لك رؤية أخرى؟ أنا نقسم هذه الزيارة إلى حوالي خمس نقاط للزيارة الأول هي للتشاور في أفق العلاقات الاستراتيجية الجزائرية التونسية بمعنى الملف الليبي في جميع في الاقتصاد وفي السياسة وفي الأمن لأن ليبيا هي جارة وهناك أفق لهذه العلاقات لا ننسى أن الرئيسين انتخباء مؤخرا الأول عنده سبع شهور والثاني عنده ثلاثة شهرين ونعلم أن الرئيسين الوحيدين في العالم العربي الإسلامي انتخباء ديمقراطيين ولهذا هناك أفق للتشاور عن العلاقات استراتيجية كي نقول استراتيجية فيها الجيوسياسية وفيها الاقتصادية وفيها الأمنية وفيها الاقتصادية علاقات لابد أن تكون جدمتين وهذا أمر موجود من زمن ما بين الجزائر وتونس علاقات اقتصادية والتعاون الأمني كذلك على الحدود خاصة ولكن نرى أن الزيارة جاءت جد متأخرة على كل حال سبع شهور بعد ما زارت كل ديبلوماسيات الأقليم إلى الجزائر لكن كيف يأتي في زيارة الجزائر والجزائر كانت تشهد انتخابات رئاسية انتخبت الجزائر رئيسها في منتصف ديسمبر تبون استقبل زوج رؤساء استقبل رئيس الوزير الأول الإيطالي واستقبل الرئيس سيد أردوغان رئيس جمهورية الدولة واستقبل السفير الفرنسي والمصري والإيطالي بمعنى يعني كان من الأولى أنه يستقبل أول رئيس استقبل رئيس تونسي بالطبع ولهذا قلت لك يعني هناك أنا وش نقرأ فيها إنها للتشور في أفق العلاقات استراتيجية وبعدين نجي نقطة بنقطة ثنين وهي وفاء لوعوده لأنه قال أن أزور هو البلد وهي الجزائر الشقيق وللعلم هو له دعوة لزيارة السعودية والإمارات النقطة الثالثة هي بعد ما تنفس شيء ما من الضغوطات اللغوطات التي مرست عليها من طرف دول إقليمية مثل الإمارات والتركيا والسعودية وفرنسا واللوبيات الصهيونية الإسرائيلية بمعنى تقصد كل لوبي يريد جد تونس إلى صفه جد تونس ويريدون إبعاده عن الجزائر وشو شو عليه حتى لا يشكل حكومة وثاني كذلك قرأوها بعد آخر زيارة لوزير خارجي الإماراتي الجزائر وهو آخر الضغطين في هذه المجموعة التي زارت تونس وكذلك لتقوية موقفه الضعيف في الشأن التونسي وهو لحد الآن لم يستطيع ردع الصدع الداخل برلمان تونسي لتشكيل حكومة هذه النقاط وكل خط لما أقول فيه وذلك الملف الليبي فيه شق كبير سيكون فيه تعالي أنه توافق في الرؤى ما بين تونس والجزائر ألا تعتقد أنه فيه توافق للرؤى فيما يخص الملف الليبي عدم تدخل الخارجي أي تدخل خارجي من أي لوبي كما سميته وضرورة حل الأزمة الليبية ما بين الليبية نفسهم شوف إذا سقطت ترابلس يعني من تمنوهاش إن شاء الله تونسي الأولى التي تسقط على كل حال لأسباب كثيرة أولا لضعف لماذا تسقط تونس أنا أقول لك لماذا يعني إذا سقطت ترابلس أنا أقول لك في يد من سقطت ترابلس إذا سقطت ترابلس مثلا لو كان السيناريو أن حفتر خلوا حفتر يمشي إلى ترابلس وسقطت ترابلس بالتعاون بالدول الإقليمية هناك راح تكون ترابلس تعلم أنها هي قريبة من تونس جيد أكبر من الجزائر جيد ولما تسقط ترابلس هي فيها كثافة سكانية حوالي ثلث ملايين ولها متسارعين ولها ميليشيات كبيرة مثل ميليشيات أبو سالم ميليشيات الردع ثوارت رابلس وفيها ميليشيات مثل الردع وهي ميليشيات سلفية إلى غير ذلك إذن هناك تدفق للأسلحة بقوة هناك هروب إلى دول الجوار والأولى هي تونس وتونس طبيعاً تاع الشعب التونسي وهو شعب بوسالم تقصد أنه يجب الإبقاء على طرابلس كما هي كي تبقى هذه الميليشيات لتقلت إرهابية تبقى في طرابلس بالطبع شفنا لما سقطت مثلاً نعطيك أمثلة صغيرة عندها لما سقطت ليبيا بحلف الناتو في بعض من في 2011 سقطت ليبيا في 2012 سقطت مالي كل الأسلحة الخمس آلاف جندي اللي كانوا مجندين في ليبيا من طرف القذافي أمشوا كلهم إلى مالي وأسقطوا الدولة المالية إذن المشكلة الخاطئة وواحد يحترف بها الرئيس أن مشكلة ليبيا وهو يضرب بالكثير وهو يضرب بالكثير وهي تونس أكثر من الجزائر الجزائر على الأقل لها قوة أمنية في الحدود ولا التماسك اجتماعي ولا اقتصاد قوي ولا كما يقولون في الميزانية لبس بها تونس لها اقتصاد هش ولها قوتها في السياحة والسياحة تعرف إذ كان هناك لا أمن لا أحد يزور البلد ولهذا أظن أن الملف الليبي سيكون يأخذ حيث كبير في هذه المحادثات تعتقد أنه ستكون فيه قرارات مشتركة فيما يخص الملف الليبي؟ أم أنه نفس التأكيد على ضرورة عدم تدخل الجميع والطبع الليبيين؟ اليوم اتضحت الرؤية بعد مؤتمر برلين وبعدها بعدها كما يقولوا اجتماع الجزائر بدول الجوار وبعدها تهافت الدبلوماسية الإقليمية على الجزائر هناك تقارب في وجهات النظر وهناك بنود خرجت بها وينتظر الجميع تفعيل الآليات ولهذا أظن أن الورقة أو خيطة طريق قد ظهرت على كل حال وننتظر الآليات لتفعيلها ولهذا تونس مع الجزائر سيشكلوا حلف ثنائي لتحدي هذا المشكل الذي يمس أمن الجزائر وتونس وخاصة نعرف أن تونس 2020 تكون عوض غير دائم في الأمم المتحدة فيما يخص النقطة المهمة جدا ما يحدث داخليا في تونس أنت طرحتها ما بين خمس نقاط بمناسبة هذه الزيارة تعتقد أن الجزائر سيكون لها يد فيما يحدث داخليا في تونس لا أنا ما قلت لك شيء ستحاول مساعدة الرئيس التونسي على إيجاد حل لما يجري في البرلمان هذا أمر داخلي تونسي هو أنا قلت لك هذه لتقوية موقفه لأنه لما يجي إلى الجزائر وتكون هناك تفاهمات ويكون هناك اتفاقات ويكون فيها رؤى بين الطرفين رح تعطيها قوة أكثر في المشهد القادم يعني نديروا احتمال إذ تشكلت الحكومة ربنا ولك الحمد هذا ما ننتظر لاستقرار تونس وإذ لم تشكل حكومة هناك رح يكون انتخابات يفتح البرلمان ويكون انتخابات مبكرة للبرلمان الرئيس التونسي رح تكون له أنا أظن كذلك زيارات أخرى لدول أخرى بعد الجزائر الجزائر تعطيه هذه هو رح يعطي لي نفسه بعد في هذا الزيارة يعطي لي نفسه قوة وبعد الاتفاقيات رح تكون ما بين البلدين رح تعطيه قوة ثانية فيما يخص الملف الأمني على الحدود ملف شائك كذلك التونسيون يعانون من تواجد مشموعات إرهابية خاصة على الحدود الجزائرية التونسية في جهة القصرين تبصة يعني في تلك المنطقة حدث عن جبال الشعانبي وجبال الشعانبي ممكن يطلقون مساعدات من الجزائر يطلبون مساعدات هو كل يوم تلقوا مساعدات بين طرف الجزائر والجزائر لابد ساعد تونس لأنه أمن تونس من أمن الجزائر الحدود كلها مشتعلة وتعرف ما فعلته فرنسا في الساحل وهي نيجر دولة كما يقولوا هش وحدودها هش مالي كذلك ليبيا كذلك وتعرف ما يجري كذلك في السحراء الغربية والحدود المشتعلة مؤخرا ببعض من الأمور ولهذا الجزائر تفعل كل ما في وسعها لمساعدة تونس أمنيا حتى تستقر حتى لا تكون الجزائر كل سبعة دول تحتها مشتعلة وهذا يصعب عليها يصعب عليها السيطرة وخاصة أننا ما زلنا كما يقول لك اللملم في وحدتنا وفي جراحنا بعد الأزمة اللي مرينا عليها ما الذي تتوقعه في الأخير من هذه الزيارة من مخرجات أو نتائج هذه الزيارة؟ هي جد مفيدة لطرفين لأنه كانت هناك أطراف شتة أرادت أن تخلي تونس وحدها والجزائر وحدها مثل أن تصريحات الوزير الفرنسي لما مشى إلى تونس قال بالحرف الواحد نريد أن تكون تونس في برلين ولا بيتكلم عن الجزائر كلهم كانوا يبعدون تونس عن الجزائر هذا التقارب سيخلق قوة لمصلحة البلدين وقوة لمصلحة استقرار ليبيا شكرا جزيلا لك الناشط المحل السياسي وحل بوطريق لكل هذه التحليلات وحضرك معنا خلال هذه الصباحة شكرا اشتركوا في القناة